اهلا بكم في فيديو جديد ومميز طبعا كالعادة هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا في الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي هتقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لست ما اشتركتش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويا ريت كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف ونتعرف على الادوات اللي هتتعارض معنا في الفيديو ده وازي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها هنا عندنا منظمات للاطباق تقدر ان انت تنظمي بيها عدد كويس جدا من الاطباق وغير كده كمان تقدر ان انت تنظمي بيها مختلف لوازم المطبخ زي المعالي او الشوك او السككين وتقدر ان انت تنظميها على الرخام او فضلاب المطبخ بعد كده هنشوف عندنا منظم او منشر للاحزية تقدر ان انت تنشري من خلاله مختلف الاحزية وطبعا تقدر ان انت تثبتيه على الشباك او على اي رفع عندك وهو بيجي متوفر باحجام مختلفة وهنا هنشوف مع بعض عندنا المصفى الشبكة وهي بتكون مصنوعة من الفلاز المقاوم للصدر تقدر ان انت تستخدميها في تصفية مختلف الاكلات اللي بتقليها في الزيت زي البطاطس او الفراخ او المكرمشات هنا بقى هنشوف عندنا مصفى وفي نفس الوقت هي عبارة عن ادامة عيرية تقدر ان انت تعايري به الرز او البوكليات او تقدر ان انت تصفي من خلاله الرز او الخضار او الفكهة وغير كده كمان بيجي معا كطع صغيرة كده بتساعدك ان انت تصفي من خلاله اي حاجة انت عايزها بكل سهولة يعني هو بيكون لي كده طريقة في الاستخدام زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم المنظم ده بيبقى عبارة عن اربع رفوف تقدر ان انت تستخدميه في تنظيم مختلف الحاجات زي ما انت شايفة كده في الفيديو هم هنا استخدموه في تنظيم الفطائر او السنبوسة تقدر ان انت تستخدميه في تنظيم المعجنات او مختلف الاطعمة بعد كده عندنا مصفى للحوض تقدر ان انت تسبتيها بطريقة مبتكرة جدا على الحوض وتصفي عليها بوايا الاكل وغير كده كمان تقدر ان انت تستخدميها في تنظيم ادوات تنظيف الموعين وهنا هنشوف مع بعض عندنا اداة تنظيف مميزة وهي عبارة عن ممساحة تقدر ان انت تثبتي عليها اي فوتة موجودة عندك وبعد كده تقدري من خلالها ان انت تنظفي مختلف الاسطح والارضيات اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الدفاية الكهربائية الصغيرة والدفاية دي بتشتغل عن طريق الكهرباء وزي ما احنا شايفين كده هي حجمها بيبقى صغير جدا وتعتبر من اجمل الاجهزة الكهربائية المنزلية اللي ممكن تستخدميها عندك في القودة او في المطبق او في المكتب هنا هنشوف مع بعض عندنا الفرشة العملية جدا دي اللي تقدر ان انت تدفلها اي مادة تنظيف انت بتفضليها وبعد كده هتقدر ان انت تنظفي بيها مختلف الحاجات او الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة زي ما انت شايفها كده معايا من خلال الفيديو بعد كده عندنا مفارش مكاومة للرطوبة طبعا تقدر ان انت تنظفيها بكل سهولة وتقدر ان انت تنظميها عندك في الادراج او في الدوليب بعد كده عندنا جهاز تقدر ان انت تقيسي من خلاله درجة حرارة الزيت او الميا وطبعا طريقة استخدامه سهلة جدا بعد كده هنا عندنا ممساحة تقدر ان انت تتحكمي بالطول بتاعها وتنظفي من خلالها مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك في البيت زي المريات او الشبابيك او الارضيات ودواليب المطبخ تقدر ان انت تنظفي كل الحاجات دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما قلنا ان انت تقدر تتحكمي بالطول بتاعها وده طبعا بيساعدك ان انت تنظفي اي حاجة موجودة عندك في البيت بعد كده هنا هنشوف عندنا رف او حامل تقدر ان انت تثبتي على الجدار بكل سهولة وتنظم عليه مختلف الاحزان اللي بتكون عندك بعد كده عندنا فرشة تقدر ان انت تنظفي بيها كرسي الحمام بكل سهولة وتقدر ان انت تضيفلها اي مادة تنظيف انت بتفضلي ان انت تستخدميها وبعد كده تقدر ان انت تنظفي بيها جميع الزوايا او مختلف الاسطح وهي بتكون مصنوعة من السيليكون بعد كده هنشوف عندنا مصفة وطبق بيجوا مع بعض كده تقدر ان انت تصفي بيها الخضار او الفكهة او تستخدميها بكذا طريقة مختلفة تقدر ان انت تستخدمي الطبق اللي تحت كطبق تقديم هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للصابون المنظم ده تقدر ان انت تستبتيه على جدار الحمام بكل سهولة وتنظمي بيه صابنتين في نفس الوقت وغير كده بيبقى فيه مصفة من تحت يعني اي مية بتيجي على الصابونة هتتصفى لوحدها جوه المصفة الموجودة في المنظم ده وهنا بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تسبتيه على الجدار او على الحود وتنظم عليه مختلف ادوات ولوازم التنظيف زي في وط المطبخ او اسفنجة الموعين او السلكة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مفرمة الخضار طبعا طريقة استخدامها بتكون سهلة جدا وعملية زي ما احنا شايفين كده مع بعض تقدر ان انت تقطع بيها مختلف انواع الخضار باشكال مختلفة وغير كده بيجي معاها فرشة بتساعدك ان انت تنظفيها بكل سهولة بعد كده عندنا الفرشة اللي بتساعد على تسليك المصارف او الحود عندنا بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهي بتكون مارينة وعملية جدا في الاستخدام وبتتحرك معاك بكل سهولة وبيجي معاها المشبك ده بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا القشاطة والقشاطة دي بتيجي عريضة جدا بتساعدك ان انت تلمي كل المية او كل التراب اللي بيبقى على الارضيات او اللي بيبقى على مختلف الاسطح اللي بتكون عندك وتقدر ان انت تنظفي بيها من تحت الكنب او السرير بكل سهولة وطبعا تقدر ان انت تنظفي من خلالها المرايات وتتحكمي في الطول بتاعها من خلال العصايا اللي بتيجي معاها وهنا هنشوف مع بعض عندنا اداة تنظيف مميزة وهي عبارة عن ممسحة تقدر ان انت تثبت عليها اي فوتا موجودة عندك وبعد كده تقدر من خلالها ان ان انت تنظفي مختلف الاسطح والارضيات اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة وهنا معانا كفر للموبايل طبعا الكفر ده بيحميلك الموبايل بتاعك لو انت رايحة البحر بيحمولك انه ما يوصلت ليه اي مية هنا عندنا الشماعة اللي تقدر ان انت تتعلق عليها الهدوم او مختلف اللوازم الشخصية الخاصة بيكي وطبعا تقدر ان انت تثبتيها على الجزء الخلفي من اي باب عندك بعد كده هنشوف عندنا منظم لمختلف لوازم المطبخ المختلفة زي المعالق او الشوك او السكاكين او مختلف اللوازم اللي بنحتاجها والمنظم ده بيجي معاي قاعدة دائرية تقدر ان انت تثبتي المنظم عليها وتصفي من خلاله الشوك والسكاكين بعد كده عندنا الكابة الصغيرة دي طبعا هي بتديك افضل النتائج اللي انت محتاجاها سواء في فرم التوم او البصل او الفلفل وهي بتشتغل عن طريق شحن اليو اس بي وطريقة استخدامها بتكون سهلة جدا بعد كده هنشوف مع بعض عندنا رف تنظيم بيجي مسبت عليه مجموعة من المشابك تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وطبعا تقدر ان انت تعتبريه كمانشر صغير وتنشر عليه الشرابات او الملابس الداخلية بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من الكطع اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على اي مصرف بحيث ان هي تعزلك كل الشعر وكل الاوساخ وتحافظلك على المصارف ان هي تفضل نديفة بعد كده هنشوف عندنا اكياس حفظ الهدوم او البطاطين والاكياس دي بيجي معاها جهاز كده بيساعدك ان انت تسحبي كل الهواء اللي بيبقى موجود في الاكياس دي وده طبعا بيساعدك على توفير المساحة جوى الدولاب هنا هنشوف مع بعض عندنا السلكة اللي حجمها بيكون كبير شوية فبتساعدك ان انت تنظفي كل الموعين او مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك بطريقة سهلة وبسيطة جدا بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا فرشة للتنظيف الفرشة دي تقدر ان انت تليفيها كده بطريقة مارينة جدا وتنظفي بيها جميع الزوايا اللي بتبقى موجودة عندك في مختلف الاسطح او الارضيات وبييجي معاها مشبك كده صغير بيساعدك ان انت تشيلي اي حاجة موجودة في الارضيات او في المصارف بكل سهولة ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدري تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر انيتي تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلك طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة لكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه خب دياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات أو أدوات عادية للتنظيف أو أجهزة كهربائية فأكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف أما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية أما مصاريف الشحن الفرنسا أو أمريكا أو الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فأعتقد أن الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم أو تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك أو الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدروا تطلبي منهم المنتجات والأدوات اللي انت عاوزيها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا ما زي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوز أقولك أن طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك أو الانستجران عامل الأدوات المنزلية وبتقدر توصلي لها بكل سهولة أما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الأسواق الكبيرة أو في المولات اللي بتبيع المنتجات والأدوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالأدوات المنزلية والأجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدرين ان انتي تحصلي منها على الأدوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو أي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي أتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر النواة يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة أتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الأدوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم أتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك أي استفسار في أي حاجة تقدر ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت أسيبكم في رعاية الليل ترجمة نانسي قنقر